يتقدم من دام من دام يتقدم يسجل هدف اول يضع الساحل في المقدمة من اللاعب من دام بحركة افريقية وسعيد القرني يتقدم سعيد سعيد القرني يسجل هدف التعادل هدف التعادل لسعيد القرني ولفريق العين العين يعود بالتعادل العين كان عينه على التعادل من بداية شوطة المباراة يعود الساحل الان يهاجم ويبحث عن هدف تقدم كونه يلعب على ارضه كما ذكرت وبين جمهوره وكرة اللعب الرأس وتعادل ما تأخر الساحل أبداً الساحل ما تأخر أبداً رد الهدف على طول يا العين هدف الثاني للساحل هدف الثاني للساحل لتسع وعشرين سنة باكيتي ذخيرتهم وصمامي أمانهم التقيل عبد الرؤوف الله على ركلة جزاء شعلة يشعل الأجواء محمد أبو حميد يحاول يمر ويعدي محمد يحاول من ناحية اليمين والعرضية الحلوة هبا الله جول جول سايمون ماسوفة بكرة عرضية ملفوفة وهبا هبا هبا على المرمى هدف أول قد ساوي في المرمى إلى حقيل محمد تمريرة لكن الدفاعات على طول حسن الحرب كرع الموعد ترجح مرة ثانية الكرة خطرة الله البديل البرازيلي كونتينيو كونتينيو كونتينهو يعيد الأمور هدف التعادل لمارد الجنوب هدف التعادل الآن منقوله في الكرة الآن لمصلحة فريق حميد يحاول المرور لاعب فريق القيصومة سدتها خطيرة جول 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 أول جول أول خالد الشمراني بكل سهولة في الدقيقة الرابعة عشر من مجريات شوق المباراة الأول ليستطيع تسجيل الهدف الأول بكل سهولة هدف أول لفريق في الأمام الانطلاق الحاضر محاولة من قبل أبلاي خطيرة الآن كارفالو كارفالو ينطلق خطيرة ممكن جول كارفالو أبلاي يستطيع تسجيل الهدف الأول لفريق العربي صنحة كارفالو أشرف نقل الكرة بالخطأ الآن وصلت عنده عنده سوفيان سوفيان لعبها الآن في الجهة اليسرى وصلت إلى أبلاي أبلاي ربما إلى سوفيان خطيرة جول 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 عبدالله الدوسري جول في الدقيقة ستة واربعين يغادر ومحمد الضفير يدخل لأرضية الملعب كرة منقولة أرضية حميد يحاول المرور للقيصومة بول حميد جول ثاني للقيصومة الهدف الثاني عن طريق حميد جالش تلعب يقص اليسار البدايات يريدها الخلود تلعب العرضية وهو لازالت يا الله أول الأهداف أول الأهداف أول الأهداف عن طريق هدافهم عن طريق سلاحهم من الجهة اليسرى جون تسديدو تسديدو جول يسجل الحزمويون هدف الثاني حكيمي سيكون في خطورة من خلال التنفيذ لكنها تلعب قصيرة الله هدف أول للأخدود أول هدف يسجل الأخدود في مرمى الأهلي يأتي من خلال هذا أنه سيكون مختلف ما بين الأهلي والأخدود لكن هذه الفرصة ربما تغير الكثير وكوكا وتسديدو والهدف الثاني هذه المرة من باري باري عثمان يسجل الهدف الثاني للأخدود ونهاية هذه الجولة تحديدا بلقاءين الفيصلي والجبلين وهنا الكرة الملعوبة والهدف الأول الهدف الأول لفريق الفيصلي في الافتتاح افتتاح المباراة منذ البداية وهدف رائع لفريق الفيصلي كنت تتحدث عن يمهي الفريق الجبلين حتى ليلتقض الأنفاس في البداية هنا الكرة رائعة لصالح الجبلين والتعادل التعادل للجبلين الجبلين يسجل هدف التعادل روعة روعة المباراة منذ البداية دقيقتين بهدفين المميز والرائعة هنا التسديد وروسي يتقدم والهدف الثاني لفريق الفيصلي الفيصلي يتقدم بالهدف الثاني والاحتفالية الدائمة لهذا اللعب والرقص الخارج الدرجة الأولى للمحترفين روسي ومزيد روسي والهدف الثالث نعم الهدف الثالث لفريق الفيصلي عنا بستير يتقدم بالثالث في ملعبه في ملعب مدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر